ماذا هي أعراض المرض لو المريض جاء له ضرر رئوي؟ هذا المريض يقح أكثر من ثلاث أسابيع وبعض الأحيان يكون البصاق معرق بدمه ويأتي له سخونية تكسير في جسمه فقدان للشاهية وفقدان للوزن هذا العيان عمال يخس وفي نفس الوقت يكون عنده تعرق ليلي طول الليل عمال يعرق وبالتالي نحن ساعات نغير الملايات من كتر العرق الشديد من هذا المريض وعندما نرى صعوبة ونجد أن هناك تورم في الأصابع نسميها لابينج وهذا مميز للأمراض المزمنة بواجهة عامة بالنسبة للمرضى، عندما نشك فيهم نعمل أختبار للبصاق نأخذ عينة من البصاق ونشاهدها نفحصها تحت الميكروسكوب وبعض الأحيان نعمل مزرعة لهذا البصاق ونعمل أشعة على الصدر أشعة سينية التي هي الإكسرية العادية أو أشعة مقطعية لكي أعطي تفاصيل أدق موسيقى